فتحت جزيرة ميون القابعة في البحر الأحمر النار على الحكومة التي تجد نفسها في موقف بالغ الحساسية إما تبين الحقيقة أو تميعها فعلى خلفية تاكيد وكالة أمريكية إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في ميون أضحت حكومة معين في مواجهة مباشرة مع مجلسي الشورى والنواب ففي 29 مايو اقترح رئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر على رئيس الوزراء معين عبد الملك إرسال وفد من مجلسي الشورى والنواب لاستقصاء الحقيقة في ززيرتي ميون وسقطر وكان بعض أعضاء مجلس الشورى قد طالبوا في مذكرة لبندغر مساءلة رئاسة الوزراء حول دقة الأنباء التي تتحدث عن اعتداء الإمارات على سيادة الجزر اليمنية تحرك مجلس الشورى أتى بعد إعطاء رئاسة مجلس النواب رئاسة مجلس الوزراء مهلة محددة للرد على مذكرة البرلماني علي المعمري وأخرى لنائبين برلمانيين طالبوا فيها رد الحكومة كتابيا على ما يحدث في الجزيرتين لا تعلم ما هي الخطوات التي ستتخذ في حال عدم رد الحكومة على مذكرات الشورى والنواب أو في حال ما كان الرد مجافيا لحقيقة ما يحدث على الأرض وهل ستخضع رئاسة الوزراء لاستجواب البرلمان؟ لكن الواضح بحسب مراقبين أن الحكومة تبدو فاقدة الحيلة وتجد نفسها حائرة بين إقرار حقائق أكدتها وكالات دولية مثل أسوسيتة بريس الأمريكية أو التماهي مع بيان التحالف الذي لم ينكر تلك الحقائق لكنه قدم لها رواية أخرى تلمح لموافقة الشرعية على تواجده في الجزر اليمنية يكمن الخلل ليس في وضع الشرعية المهمش بل بالنسبة لوزير الثروة السمكية السابق فهد كفاين في عدم قدرتها على إصلاح الوضع وفقدانها الحساسية تجاه تغييب السيادة الوطنية وانتهاكها الانتهاك الذي وصل إلى حد بناء الإمارات قاعدة عسكرية في ميون وتسيير رحلات لأجانب عسكريين في أرخبيل سقطرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر